اشتركوا في القناة تأكيد على انه الله الظاهر في الجسد وبالتالي ما كانش السيد المسيح بيدافع قدام الشخص اللي هو لطمه لا ده السيد المسيح كان بيؤكد على ألوهيته وانه بلا خطية وبالتالي لم يجد هذا الانسان الذي لطم السيد المسيح فيه خطية وبالتالي ما قدرش يرد على كلمة السيد المسيح لو كان هذا الانسان وجد راضي في السيد المسيح كان حيقوله انت عملت كذا وكذا 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 لكن لم يجبه بكلمة وده بيؤكد على ألوهيت السيد المسيح وانه بلا خطية زي ما شهد غيره في أثناء المحاكمات اللي حصلت مع السيد المسيح